الموضوع الرابع البادئات أهداف الموضوع يرجى في نية الموضوع أن يكون الطالب قادرا على أن يستنتج المقصود بالبادئات وأنوحها يجري بعض الأنشطة التطبيقية المرتبطة بالبادئات المشارك الأول سؤال يتطلب الإجابة عنه ماذا يحدث عندما تكون الكميات المقاسة كبيرة جدا البادئات هي مضاعفات أو أجزاء تستخدم قبل وحدات القياس وتستخدم عندما تكون كميات القياس إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا وتنقسم إلى مضاعفات الوحدة أو أجزاء الوحدة مضاعفات الوحدة تستخدم عندما تكون كميات القياس ملها كبيرة جدا أجزاء الوحدة تستخدم إمتى عندما تكون كميات القياس صغيرة جدا مثال على ذلك نشوف الأول مضاعفات الوحدة الكيلو الكيلو رمز K القيم 10.3 الميجا القيم 10.6 الجيجا رمز D 10.9 التيرا T رمز 10.16 أجزاء الوحدات DC رمز D 10.1 سانتي C رمز 10.62 الميلي رمز M 15.3 الميكرو رمز M القيم 10.6 النانو رمز N القيم 10.9 البيكو الرمز P القيم 10.12 الفيمتو الرمز F القيم 10.15 القيم 10.15 القيم 10.18 تطبيقات على البديئات احسب عدد الأمطار الموجودة في 20 كيلو متر اللي 20 كيلو متر فيهم كم متر على طول عارفين ان الكيلو قيمته كام البادئ اللي هو كيلو بيساوي كام فيه ألف الكيلو قيمته بتساوي ألف اذا 20 كيلو هيساوي كام هيساوي 20 ألف كيلو متر تاني احسب عدد الجرامات الموجودة فيه واحد من ألف تيرا جرام لازم اعرف التيرا بتساوي كام التيرا فيه 10 قس 12 جرام اذا واحد من ألف تيرا هيساوي كام 10 قس 12 فيه واحد من ألف تساوي 10 قس 9 جرام مثال تاني احسب عدد البيتات الموجودة في 5 من 10 جيجا لازم يكون الجيجا بتساوي كام على طول الجيجا فيها 10 قس 9 جيجا بايت في 10 قس 9 بايت طيب انا عندي كام بايت عندي 5 من 10 ضرب 10 قس 9 اذا هتسوي كام 5 ف 10 قس 8 بايت اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر